بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أولا شرك أكبر أن يدعو الأنواء بالسقيا أو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجات ثانيا شرك أصغر أن يعتقد أنها سبب وأن الله هو الخالق الفاعل الدليلان الأول والثاني وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم تكذبون أي تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره أربع ليست للحصر لأن هناك أشياء تشاركها وإنما يقول صلى الله عليه وسلم ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد لأنه يقرب الفهم ويثبت الحفظ الجاهلية هي ما قبل البعثة والغرض التقبيح والتنفير منها وكلها جهل وقبح لا يتركونه فيه إخبار وتحذير وليس إقرارا الفخر بالأحساب أن يتعالى ويتعاظم بما له من شرف وسؤدد والفخر يكون بتقوى الله الذي يمنع من التعالي والتعاظم وكلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق والطعن في الأنساب أي يعيب أصل الإنسان كأن يقول أنت ابن الدبار والاستسقاء بالنجوم هذا هو الشاهد ومعناه أن ينسب المطر إلى النجوم والنياحة أي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا على سبيل النوح تقام أي من قبرها سربال أي ثوب سابغ قطران أي الزفت أو النحاس المذاب جرب هو مرض يكون في الجلد يتأثر بأي شيء يمسه والمعنى أن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء والحكمة أنها لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا فالجزاء من جنس العمل سمي يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الناس قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين ولقيام الأشهاد قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد ولقيام الموازين قال تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة الدليلان الثالث والرابع ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون فلا لا للتنبيه بمعنى انتبه أقسم بمواقع النجوم الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق دون حاجة إلى القسم أولا أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم ثانيا أن المؤمن يزداد يقينا ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد يقين العبد ثالثا أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه رابعا التنويه بحال المقسم به لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم خامسا الاهتمام بالمقسم عليه وأنه جدير بالعناية والإثبات كريم معنى البهي الحسن فالقرآن لا أحسن منه وكثير العطاء يعطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبية في كتاب مكنون أي اللوح المحفوظ أو الصحف التي في أيدي الملائكة لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة وفيها إشارة إلى أن من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن تنزيل فيها أولا فيها أن القرآن نازل لجميع الخلق وعموم رسالته ثانيا فيها أنه نازل من ربهم وإذا كان كذلك فهو الحكم بينهم الحاكم عليهم ثالثا فيها أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله وفيه أن القرآن رحمة للعباد رابعا فيها أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق مدهنون أي تخافون لا ينبغي لكم ذلك ينبغي لمن معه القرآن أن يصدع به وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم تكذيبا أولى تفسير آية الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الثانية كفر مخرج من الملة السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع بنسبته إلى النو الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا أي بتنفيذه ووعده التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم وهذا يوجب استحبار قلوبهم وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم العاشرة وعيد نائحة سربال من قطران ودرع من جرب التقسيم والتقعيد للقول المفيد